واحد من كل خمس أشخاص يعانون من متلازمة اضطراب القولون متلازمة اضطراب القولون كنا نظن سببها عادة نفسي العلم أثبت هناك أسباب كثيرة خلف متلازمة اضطراب القولون تغير نظام أطعمتنا نحو الكاربوهيدرات والسكريات سبب رئيسي في اضطراب القولون تغير البكتيريا النافعة في أمعائنا بسبب الأدوية المكررة والمضادات الحيوية والمسكنات سبب ثاني مهم التحسس للغلوتين والخبز والألبان سبب ثالث مهم في اضطراب القولون إذا تركنا اضطراب القولون بدون علاج مو بس مشاكل نفخة ومغص وامساك وتقلصات في المعيدة لا المشكلة أكبر من ذلك لأن ارتشاح الأمعاء ممكن يصير ويؤدي إلى أمراض مزمنة كثيرة منها أمراض المناعة والمفاصل والاكتئاب وغيرها يجب علاج اضطراب القولون من خلال ابتعاد عن الأطعمة السيئة استخدام أطعمة صحية استخدام المكملات النافعة لدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء استخدام الزينك والسلينيوم والغلوتامين والفيتامين أي كلها تدعم القولون إذا ما قدرت السيطر على اضطراب القولون يجب أن تذهب إلى طبيب لمعرفة أسباب اضطراب القولون